وصفة الفول المدمس بعجة الفلافل حطيت زيت زيتون أسباني مع بصل وفلف الحار قلبتهم دقيقة ضفت البندورة ومنقلبهم 3 دقايق وعلبة الفول المدمس ومنقلبهم كلهم سوا بهارات دقة الفول التوم المهروس شوية شطة مجروش ومندمسهم قبل ما قصف تحتهم عصرة ليموني بيكون جاهز حطينا البيض مع الملح مع بهارات الفلافل ورح ضيف عليهم عجينة الفلافل الطازة ومنحط عليهم معلقة صغيرة باكينج بودر بخفئهم مع شوية زيت نباتة بتكون العجة جاهزة حطينا الفول بالصحن اللي بنا نخفزهم بالفرن ضفنا البيض عليهم وعلى الفرن تحت الشواية لحتى استوى عنا البيض كتير كويس من زينه ومن قدمه فيكن تقدمه عجنبه صلطة طحنية بالخضرة او صلطة طحنية لوحدة او بتقدم مع الخضرة مع شوية مخللات وشوفوا لما قطعتوا كيف العجة مستوية ما شاء الله طعمتها بتشهي وكتير مميز بالتقديم ترجمة نانسي قنقر